هل هناك في شريعتنا في الشريعة الإسلامية إشارة لما فهم مواطنك؟ المصطلح جديد لكن أنا بهمني المضمون أو المضامين والأحكام قطعنا أخي الكريم هذه الأحكام موجودة وربما النبي عليه الصلاة والسلام عندما أسس دولتها والأولى ووضع الدستور الأول لهذه الدولة وفيها مسلمين وهؤلاء المسلمون طبعا فيهم المهاجرون والأنصار وفيها غير المسلمين قبائل اليهودية التي كانت تقيم في المدينة قبل أن يأتي الإسلام وقبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وفيها طبعا مما بقي على الشرك ولو إلى حين كل هؤلاء كانوا في المدينة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضع النظام والدستور الذي يضبط العلاقة بين كل هؤلاء في ظل هذه المدينة أو في ظل هذه الدولة طبعا بعد ذلك اتسعت دولة الإسلامية وكانت الفتوحات ودخل في ظل وفي رعاية هذه الدولة أبناء الأديان الأخرى أبناء البلاد المفتوحة يعني كان يسمون أهل الذمة هؤلاء لهم أحكام تضبط العلاقة معهم وتحفظ حقوقهم وتلزم الدولة الإسلامية بحمايتهم أيضا كل هذا أخ الكريم يؤسس عندنا لما يسمى الآن حق المواطنة أو حقوق الآخرين في ظل الدولة الإسلامية